موسيقى نشرة مفصلة من الجزائر الدولية وتتابعنا في عنوينها موسيقى 1642 شهيدا في لبنان أن ضمنهم أطفال ونساء منذ الثامن أكتوبر الماضي عشرة الشهداء والجرحى جراء غارة صهيونية على مناطق جنوب وشرق لبنان استشهاد سبعة مسعفين في غارة مكثفة للاحتلال على جنوب لبنان و216 غارة للاحتلال صهيوني على مختلف أنحاء لبنان في 24 ساعة موسيقى انتشال جثمان حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي الصهيوني حزب الله ينعى رسميا علي كاراكي الرجل الثالث في هرمه القيادي الحكومة اللبنانية تؤكد أن لا خيار إلا الدبلوماسية والعودة إلى القرار سبعة عشر صفر واحد النزوح القصري يلامس مليون لبناني جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الوضع في لبنان والجزائر تشجب الاعتداءات الشنيعة والاغتيالات الممنهج الجبان والمقيتة موسيقى تسعة شهداء و41 جريحا جراء القصف الصهيوني على غزة خلال 24 ساعة عشرات الشهداء والجرحى إثر غارات الاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا وقصف شمال غزة الجزائر واسلوفينيا تجددان دعمهما لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ومحادثات جزائرية موريطانية حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط اجتماع ثلاثي جزائري نيجيري نيجيري قريب للموافقة على الانطلاق الفعلي لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الجزائر والنيجر تتجهان صوبة تنفيذ مشاريع فعلية ترسي شراكة استراتيجية حقيقية بين البلدين اهتمام نيجيري بالخبرات الجزائرية في تكوين الإطارات والتقنيين لتسيير قطاع المحروقات واتفاق على إدماج إطارات من النيجر في برامج تكوين سونتراك سلوفينيا سلوفينيا تجدد تأييد المسار الأممي والتوصل إلى حل عادل ومستدام في الصحراء الغربية البوليساريو تؤكد أن المغرب فاعل رئيسي في تهديد استقرار أفريقيا تشدد على أن خطة التسوية الأممية هي السبيل الوحيد لحل النزاع تطارب الاتحاد الأفريقي بفرض قانونه لإنهاء الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية فتؤكد أن الاتحاد الأوروبي ملزم باحترام القانون الدولي بشأن أي اتفاق مع المغرب مرحبا أهلا وسهلا بكم المستهل بأخبار العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان بعد الفاصل أعلنت لجنة الطورة الحكومية في لبنان اتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى الف وستمائة واربعين شهيدا وثمانية آلاف واربع مائة وثمانية جرحا منذ الثامن أكتوبر الماضي منسق لجنة وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين كشف في تقرير حول الوضع الراهن بأنه من ضمن الشهداء مائة وأربعة أطفال ومائة وأربع وتسعون امرأة مشيرا إلى أن الحصيلة غير نهائية بالنظر إلى وجود مفقودين وعدد من الشهداء تحت الركام بعضهم أشلاء كما كشف المسؤول اللبناني عن سقوط أحد عشر شهيدا ومائة وثمانية جرحا خلال أربع وعشرين ساعة جراء الغارات الصهيونية واستشهد أربعة وعشرون شخصا وجرح تسعة وعشرون في حصيلة أولية لغارات صهيونية استهدفت تعين الدلب شرق مدينة صيدة جنوب لبنان وأفادت وسائل أعلام لبنانية بأن قوات الاحتلال الصهيونية ارتكبت مجزرة بعد قصفها مبنى من خمسة طوابق يؤوي نازحين ما أسفر عن استشهاد أربعة وعشرين شخصا وفق تقديرات أولية لوزارة الصحة اللبنانية وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد عن استشهاد واحد وعشرين شخصا في غارات صهيونية استهدفت شرق البلاد الذي يتعرض مع جنوبها والضاحية الجنوبية لعدوان صهيوني عنيف لليوم السادس على التوالي وأفادت الوزارة في بيان بأن الغارات الصهيونية استهدفت بعلبك الهرمل في شرق لبنان وأدت بحصيلة أولية للاستشهاد واحد وعشرين شخصا وإصابة سبعة وأربعين آخرين بجروحا كما استشهد سبعة عشر لبنانيا على الأقل من عائلة واحدة جراء غارة شنها الطيران الصهيوني على بلدة العين في البقاع الشمالي جنوبي لبنان وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانتشال جثامين سبعة عشر شهيدا من عائلة واحدة إلى غاية اللحظة بعدما أبادهم الاحتلال بغارة استهدفت منزلهم في بلدة العين شمالي بعلبك فيما لا يزال البحث جاريا عن ناجين محتملين تحت الأنقاض إلى ذلك استشهد سبعة مسعفين لبنانيين وأصيب آخرون فجر الأحد جراء غارة صهيونية استهدفت مركزا للدفاع المدني جنوب لبنان وحسب وسائل أعلامية لبنانية فقد شن الطيران الصهيوني غارة طالت مركزا للدفاع المدني في بلدة طيردبا وحومين ما أدى إلى ارتقاء سبعة مسعفين وجرح آخرين كما قسف طائرات الاحتلال الحربية قضاء صور والنبطية وبعلبك جنوب وشرق لبنان مخلفة إصابات كما استشد أربعة أشخاص وجرح أربعة آخرون الأحد في غارات صهيونية على بلدات في البقاع الغربي شرقي لبنان وذكر بيان عن مركز عمليات طور الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان بأن الغارات الصهيونية استهدفت جب جليل ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة شخصين بجروح أحدهما استدعت حالته الدخول إلى العناية المركزة في حين ارتقى شهيد آخر جرح شخصان في الغارات التي استهدفت بلدة يحمر هذا وتجددت الغارات الصهيونية الأحد على عدد من البلدات والقرى بجنوب لبنان وفق ما أفذت به وسائل إعلام لبنانية ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طيران الاحتلال الصهيونية غار على أطراف بلدة رشكنان يقضى صور كما حلق بشكل مكثف فوق منطقة جزين وعلى علو منخفض وفي بعلبك استهدفت طائراته بلدة نبيشيت بغارتين دمرت إحداهما بيتا في حي سكني أكد منصق لجنة الطوارئ في لبنان ناصر ياسين أن طيران الصهيوني شنى مئتين وستة عشرة غارة جوية خلال 24 ساعة على مختلف مناطق البلاد وكثف طيران الاحتلال الحربي لأحد غاراته على لبنان مستهدفا عددا من المنازل ومراكز الدفاع المدني في قرى وبلدات جنوبية البلاد وفي الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت مخلفا عشرات الشهداء والجرحى أفدت وسائل إعلام اللبنانية ودولية بانتشال جثمان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن ناصر الله من موقع الغارات الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت وذكرت تقارير صحفي أن الجثمان انتشل السبت ونقل إلى المستشفى حيث تجري فحوصات لمعرفة طبيعة الإصابة والسبب المباشر للوفاة وأن الجثمان لم يتعرض لإصابة مباشرة مما يعزز ترجحات حدوث الوفاة بسبب الصدمة الناتجة عن قوة الانفجار وأعلن حزب الله اللبناني لحد استشهاد القيادي علي كاركي في غارة صهيونية حزب الله أكد في بيان له استشهاد علي كاركي المدعو أبو الفضل برفقة الأمين العام حسن نصر الله في الغارة الصهيونية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت ويعد كاركي الرجل الثالث وقائد الجبهة الجنوبية في الحزب كما يعد أرفع قائد عسكري وأبرز أعضاء ما يعرف بالمجلس الجهادي وهو الجناح العسكري والأمني لحزب الله ونجا كاركي من محاولة استهداف سابق شهر فبري الماضي حيث قصف الاحتلال الصهيوني سيارته في مدينة النبطية لكنه لم يكن بداخلها أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن بلاده متمسكة بتطبيق القرار سبعة عشر سفر واحد وأن الجيش جاهز لتنفيذه ميقاتي وفي مؤتمر صحفي عقب ترأسه عقب ترأسه اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية الأحد أشار إلى أن أولوية الحكومة هي وقف العدوان الصهيوني المستمر عبر متابعة الدول الدبلوماسي الذي ليس هناك خيار سواه وفق تعبيره نحن لن نتقاعص لحظة عن متابعة هالدور الدبلوماسي ونحن ما عنا خيار إلا من خيار دبلوماسي إذا بتلاحظ من أول مبالجت وإلنا تطبيق سبعة عشر سفر واحد تطبيق كامل ثلاثة زمي الحكومة فيه وأنا بمجلس الأمن كمان زكرت بكلمتي وكل اللبنانيين عم تأكد على هذا الموضوع لأنه إلنا مهما طارت الحرب ومهما صار بالنهاية نرجع السبعة عشر سفر واحد فبالتالي خلينا نوفر الدماء ونوفر اللي عم يصير ونروح على تطبيق الاتفاق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أعلن عن تسجيل أكثر من مليون نازح داخل في أكبر عملية نزوح تشهدها البلاد ووصف مقات حركة النزوح الحالية بأنها الأكبر في تاريخ لبنان حيث فر عدد كبير من المواطنين من مناطقهم بحثا عن الأمان والمأوى العدد كبير المقدر ممكن يوصل لحدية مليون نسمة مليون شخص لبناني يتحركون مكان لمكان خلال أيام هي أكبر عملية يمكن نزوح صارت بالبنان هذا وسجلت سلطات اللبنانية نزوح أكثر من 77 ألف شخص نحو الأراضي السورية منذ الماضي بسبب تسعيد العدوان الصهيوني على البلاد وأعلن منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر يسين أن مصالح الأمن أحصت 41 ألفا وثلاثمائة وسبعة لبنانيين و36 ألفا ومائة وثمانية وثمانين سوريا نزحوا إلى سوريا في المدة الممتدة من الثالث والعشرين إلى التاسع والعشرين سبتمبر الجاري فيما بلغ عدد النازحين داخليا المسجلين في مراكز الإيواء المعتمدة من قبل غرفة العملية اللبنانية مائة وستة عشر ألفا ومائة نازح وفق ذات المسؤول الذي أكد أن القدرة على استيعاب النازحين وصلت حدها الأقصى في المؤسسات التعليمية الرسمية المخصصة لذلك مع تصعيد الاحتلال الصهيوني عدوانه على لبنان مخلفا أكثر من ألف شهيد نزح نحو مليون لبناني من الجنوب إلى الشمال هربا من نيران الاحتلال حاملين معهم ما تيسر من أغراض وفروا من مدنهم وقراهم بعدما طالها القصف بحثا عن مأوى أو ملجأ بعيدا عن الحرب بحثا عن مأوى أو ملجأ يحميهم من صواريخ الاحتلال عشرات الآلاف من اللبنانيين يفرون من جاحيم الحرب والوجهة غير معلومة تركوا كل شيء خلفهم أحياءهم ومنازلهم وذكرياتهم لم يأخذوا شيئا سوى مخاوفهم من مستقبل مجهول وتساؤلات حول مصيرهم القادم في وطن مزقته الحرب وتكالبت عليه الأمم ليتحول هؤلاء بين ليلة وضحاها من أصحاب أرض إلى عالقين ومشردين في وطنهم بعد رحلات فرار تحت جنح الظلام مصهوبة بآلام في صدورهم جراء ترك الوطن والأهل تحت قطاء حرب الإبادة والتدمير تجري عملية تهجير قصري في لبنان تماما كما يحدث في غزة عائلات لبنانية وسورية أجبرها الاحتلال على ترك منازلها وافتراش شوارع صيدة وبيروت بل وحتى طرابلس بعد غارات الضاحية الجنوبية لجأت من سوريا ورجعتها لجأت من الضاحية على بيروت هون ووضعي صعب كتير صعب معي عائلة ومعي خمس بنات وصبي وبيت أخوي وما عرفانين حالنا وين بدنا نروح هاي المشكلة أنه ما عرفانين شو مصيرنا مريضة سكر بركة في الأرض لا أحسن أطلع أجيب أولادي من بيتي ولا أحسن أمشي يعني شلون المنظر ما بعرف أصيح من تحت وبضرب فوقنا يعني نحنا بس بدنا شي مكان آمن نحنا منا طلبين شي لا بدنا لبس ولا بدنا معونة ولا بدنا أكل ولا بدنا شرب بس بدنا شي نقبرك هالأولاد وما يخاف الحال في لبنان لم يقف عند النزوح فالبلد المثقل بالأزمات السياسية والاقتصادية على حافة الانهيار ولا يمكنه تحمل المزيد من الكوارث والأعباء هذا ما أكده برنامج الأغذية العالمي الذي دق ناقوس الخطر مطلقا نداءا لتوفير الغذاء لمليون لبناني متضرر من العدوان مشاهد النزوح في لبنان أعادت إلى الأذهان سيناريوهات تهجير سكان غزة قصرا بعدما أجبرتهم آلة القتل والتدمير على الرحيل تحت قصف همجي متواصل لا يهدأ طلبت إيران وعقدة اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة صهيونية على ضاحية بيروت الجنوبية ودعا سفير إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد عرفان المجلسة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف العدوان الصهيوني ومنع جر المنطقة إلى حرب شاملة شجب رئيس مجلس الأمة في الجزائر صالح جوجيل الأحد ما وصفها بالاغتيالة الممنهجة الجبانة والمقيتة في لغنان بيان عن الغرفة العليا في البرلمان الجزائري صادر عقب استقبال جوجيل لرئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا أورشكا كلاكوتشار زوبانشيج نقله عن رئيس مجلس الأمة استنكاره للاعتداءات الشانيعة الممارسة ضد الشعب الفلسطيني وضد السيادة اللبنانية المستبح سلوفينيا عضو غير دائم في مجلس الأمن وهي تقف بحزم من أجل السلام العالمي ومن أجل إعادة النظر في قرارات الأمم المتحدة سلوفينيا تدعو إلى وقف فوري للحرب في الشرق الأوسط مستمرون معكم من الجزائر الدولية نلقاكم بعد الفاصل في أخبار الإبادة في فلسطين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأحد بعد عن ارتقاء تسعة شهداء وإصابة واحد وأربعين على الأقل خلال 24 ساعة جراء القصف الصهيوني المتواصل على قطع غزة الصحة الفلسطينية أكدت ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الصهيونية في القطاع إلى واحد وأربعين ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعين شهيدا وستة وتسعين ألفا ومائتين وواحد وخمسين جريحا منذ السابع أكتوبر الماضي بالإضافة إلى عشرات آلاف المفقودين والعالقين تحت الركام وفي الطرقات واستشد ستة فلسطينيين على الأقل وأصب آخرون فجر الأحد جراء القصف الصهيوني على شمال قطع غزة وأفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط ثلاثة شهداء على الأقل وإصابة عدد آخر إثر استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية في محيط مفترق الشعبية وسط مدينة غزة كما استشهد فلسطينيين عقب غارة جوية شنها الاحتلال على محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا هذا وأسفر قصف الصهيوني استهدف منزلا في منطقة العلم بذات المخيم عن ارتقاء شهيد على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة كما استشهد أربعة الفلسطينيين على الأقل وأصب آخرون ظهر الأحد إثر غارة صهيونية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين ببيت لاهيا شمال القطع وأفادت مصادر طبية لوكلة الأنباء الفلسطينية باستشهاد أربعة نازحين وإصابة خمسة عشر آخرين معظمهم من الأطفال والنساء جراء قسف طائرات الاحتلال الحربية بصاروخين مدرسة أم الفحم الواقعة في منطقة الصلاطين غربي بلدة بيت لاهيا وأصيب ستة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني صباح الأحد واعتقلت أحدهم بالإضافة إلى أسير محرر خلال اقتحامها بلدة تعقابة شمال طباس في الضفة الغربية المحتلة الهلال الأحمر الفلسطيني وفي بيان له أفاد بأن طواقم الإسعاف نقلت خمسة مصابين إلى مستشفى طباس التركية الحكومي أحدهم إصابته حرجة في الصدر مضيفا أن قوة الاحتلال اعتقلت مصابا سادسا خلال تقديم الإسعاف له هذا وكانت قوة الاحتلال اقتحمت قرية تعقابة في طباس تبعها تعزيزات عسكرية وحاصرت منزلا بالقرية وسطى امدلاع اشتباكات مسلحة أو قاعة صابات في صفوف الفلسطينيين وصل الاحتلال الصهيوني حملات الاعتقال في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة غير مسبوقة حيث اعتقلت قوته يوميا السبت والأحد أربعين فلسطينيا بيان صادر عن الهيئة أو هيئة الأسير أفاد بأن حصيلة الاعتقالة في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب العبادة المستمرة بلغت أكثر من أحد عشر ألف حالة اعتقال والتي شملت فئات المجتمع الفلسطينيك فإلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين والآلاف من غزة ورفقت حملة الاعتقال المستمرة والمتصاعدة عمليات الاعدام الميداني وإطلاق النار بشكل مباشر قبل الاعتقال أو التهديد بذلك بالإضافة إلى الضرب المبرح للفلسطينيين وفق المسدر هذا واقتحم مستوطنون الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني بيان لوكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية أكد بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جوالات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للفلسطينيين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم جددت الجزائر وسلوفينيا الأحد تأييدهما لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس الأمة في الجزائر صالح جوجيل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا أورشكا كلاكوتشار زوبانتشيش جوجيل دعا بالمناسبة جمهورية سلوفينيا إلى العمل جنبا إلى جنب مع الجزائر في هيئة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الأممي من أجل إيجاد حل منصف للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع المواثيق والمقرارات الأممية في هذا الشأن بدورها أكدت زوبانتشيش موقف بلادها الواضح مما تعيشه الأراضي الفلسطينية والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار نحن قلقون للغاية بسبب ما يحصل في الشرق الأوسط وفي غزة لازم ندين بشدة الفضائع التي يعيشها الفلسطينيون سلوفينيا اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة والبرلمان وافق على هذا القرار شهر جوى من هذه السنة وبحدود الساعة العاشرة مساء تم رفع العلم الفلسطيني أمام الجمعية الوطنية لسلوفينيا أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنيويورك محدثات ثنائية مع ناظره الموريطاني محمد سالم ويلد مرزوك بيان عن الخارجية الجزائرية أوضح أن اللقاء سمح ببحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط في ظل تواصل حرب الإبادة في قطاع غزة وامتداد التسعيد الإسرائيلي إلى لبنان وكافة أرجاء المنطقة بالإضافة إلى التشاور والتنسيق بخصوص العديد من الملفات والقضايا المطروحة في إطار الاتحاد الأفريقي اشتركوا في القناة شنت قوات الاحتلال الصهيوني الأحد غارات جديدة على ميناء الحديدة في اليمن للمرة الثانية وأفدت قناة المسيرة اليمنية بأن عدوانا صهيونيا جديدا استهدف المدينة الساحلية الواقعة غرب البلاد وأن غارات طالت ميناء الحديدة ورأس عيسى ومحطتي كهرباء الحالي والكثي هذا وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب ثلاثة وثلاثون آخرون في الغارات الجوية الصهيونية على ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة غرب اليمن وأشارت قناة المسيرة اليمنية إلى سقوط أربعة شهداء منهم عامل في الميناء وثلاثة مهندسين في محطة كهرباء الحالي وثلاثة وثلاثين جريحا في حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على المحافظة لافتة إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ لا تزال تبحث عن مفقودين في موضوع آخر استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أورشكا كلاكوتشار زوبانشيتش رئيسة الجمعية الوطنية لسلوفينيا بيان للرئاسة الجزائرية أوضح أن اللقاء حضره رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي ومدير ديوان الرئاسة الجزائرية بوعلام بوعلام والأمين العام للخارجية الجزائرية لوناس ماجرامان وفي تصريحات أدلت بها عقب استقبالها من طرف الرئيس الجزائري أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لسلوفينيا أورشكا كلاكوتشار زوبانشيتش أن الجزائر وبلادها يناضلان من أجل القيم نفسها ويدعمان بعضهما وذلك من منطلق عضويتهما في مجلس الأمن الدولي هذا ولفتت إلى أن البلدان لديهما عمل مشترك قوي خاصة بعد حصولهما على مقعدين بمجلس الأمن الدولي كعضوين غير دائمين أرى مقاومات كبيرة بين بلدين في علاقتهما الثنائية والدولية علينا أن نبقى حازمين وأقوياء ونناضل من أجل احترام القانون الدولي وسنعمل مع الجزائر سويا بشأن جميع المسائل المطروحة آملة أن لا تظل هذه المسائل عالقة لفترة طويلة لأنه ما يتوجب علينا أن نكون صوتا قويا من أجل السلام فالحرب في غزة مستمرة منذ أكثر من عام ونحصي الضحايا بعشرات الألاف المسؤولة السلوفينية وصفت لحدث الكارثية التي تشهدها منذ ما يقارب السنة منطقات الشرق الأوسط مذكرة أن بلادها من الدول التي تعترف باستقلال وسيادة الدولة الفلسطينية سنكون صوت المظلومين ومن لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وأقصد بذلك الأحداث الكارثية في الشرق الأوسط منذ ما يقارب السنة سلوفينيا من البلدان التي تعترف باستقلال وسيادة الدولة الفلسطينية نعتقد أن هذا كان ولا يزال الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به رئيسة الجمعية الوطنية لسلوفينيا عربت عن أسفها الشديد لتواصل قتل وإبادة الأطفال في الحرب المستمرة على قطاع غزة الأمر المؤسف جدا للإنسانية هو قتل وإبادة الأطفال وهذا يعني إبادة وقتل مستقبلنا ندعو إلى إرساء السلم في غزة وأدعو نتنياهو أن يوقف حالا وفورا هذه الحرب فهناك الكثير من المعاناة ولا يمكن البقاء صامتين ونحن نشاهد هذا العدوان تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد مكالمة هاتفية من أمير دولة الكويت الشيخ مش على الأحمد الجابر الصباح بيان عن الرئاسة الجزائرية أوضح أن أمير الكويت جدد للرئيس تبون باسمه وباسم الشعب الكويتي تهانيه الحارة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة جديدة المصدر ذاته ذكر أن القائدين تناولا سبول تقوية علاقات الأخوة الممتازة بين الكويت والجزائر وتبادل بالمناسبة وجهات النظر حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة كما قبل الرئيس الجزائري دعوة الشيخ مش على الأحمد الجابر الصباح لزيارة دولة الكويت شاكرا إياه على اهتمام الكويت بشؤون الأمة دعت الجزائر مجموعة السبع والسبعين زائد دافتين إلى مواصلة المطالبة بإصلاح شامل للمنظومة المالية والنقدية الدولية لتصبح أكثر استجابة لتحديات العصر الراهن وأكثر إنصافا وتمثيلا للدول النامية وأكثر ملاءمة مع مستلزمات برامج التنمية المعتمدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وأثناء مشاركته في اجتماع وزراء خارجية المجموعة بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك تزامنا مع الذكرى الستين لإنشاء المجموعة شدد وزير الخارجية الجزائر أحمد عطاف على ضرورة التحدث بصوت واحد في مختلف المحافل العالمية بغية الدفع بمجموعة الدولية إلى معالجة أكبر إشكالية ترمي بثقالها على جهود التنمية والمتمثلة في مسألة العجز في التمويل الذي يقدر بأربعة آلاف مليار دولار نحن مدعوون لحشد جهودنا بغرض الدفع بالمجموعة الدولية إلى معالجة أكبر إشكالية ترمي بكل ثقلها على جهود التنمية ألا وهي إشكالية العز في التمويل الذي يقدر بأربعة آلاف مليار دولار وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من هذا المنظور إن الضروري أن نتحدث بصوت واحد بشأن هذا الموضوع بمختلف المحافل الدولية وعلى رأسها المهتمر الرابع لتمويل التنمية كما أبرز الوزير الجزائري أهمية التجند في إطار مجموعة السبع والسبعين من أجل رفع التحديات المشتركة على رأسها إزالة الفوارق التنموية بين الشمال والجنوب وكسب رهان محاربة الفقر ومعالجة أعباء المديونية وتجسيد أهداف التنمية المستدامة مستذكرا في السياق ميثاق الجزائر التاريخي لشهر أكتوبر 1964 الذي وضع البناء المؤسسات لمجموعة السبع والسبعين وحدد أهدافها الاستراتيجية لا يفوتني ولقاءنا يتزامن مع الذكرى الستين لإنشاء تكتلنا هذا أن أستذكر ميثاق الجزائر التاريخي والتأسيسي لشهر أكتوبر 1964 وهو المثاق الذي وضع البناء المؤسسات لمجموعة السبعين وحدد أهدافها الاستراتيجية بنظرة ملؤها الطموح والتفاؤل والتبصر وفي هذا الصدد حري بنا وتكتلنا يحمل تطلعات ثلثي سكان المعمورة أن نعمل على رفع التحديات التي تواجهنا وعلى رأسها إزالة الفوارق التنموية بين الشمال والجنوب وكسب رهان محاربة الفقر ومعالجة عباء المديونية وتجسيد أهداف التنمية المستدامة بمختلف أبعادها وأكدت الجزائر دعمها التام لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإطلاع بالمسؤوليات المنوضة به لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز دور القارة الأفريقية في العمل الدولي متعدد الأطراف بشكل عام وبمنظمة الأمم المتحدة بشكل خاص جاء ذلك خلال محادثات ثنائية أجرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في نيويورك مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يونغ بيان للخارجية الجزائرية ذكر أن عطاف أعراب بالمناسبة عن اعتزازه بتولي شخصية كاميرونية وأفريقية لرئاسة الجمعية العامة في دورتها الحالية مشيرا إلى تبادل الطرفين وجهات النظر بشأن آفاق مساهمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في تمكين القارة الأفريقية من تحقيق الأولويات التي سطرتها للمرحلات المقبلة على غرار إصلاح مجلس الأمن الأممي وإعادة هيكلة المؤسسات المالية والنقضية والمصرفية الدولية وحجد التمويل الدولي الكفيل بتجسيد أهداف التنمية والتكامل والاندماج على النحو المحدد في الأجندة الأفريقية 1963 هذا واجرى وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف الأحد بنيويورك محادثات ثنائية مع نظره الروسي سيرجي لافروف المحادثات جرت على هامش أشغال النقاش العام للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المتواصلة في نيويورك في مقر الأمم المتحدة دائما أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الأحد محادثات ثنائية مع نظره الهندي المحادثات جرت على هامش أشغال النقاش العام للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المتواصلة في نيويورك إلى ذلك أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنيويورك محادثات ثنائية مع ناظره الأريتيري عثمان صالح محمد المحادثات جرت على هامش أشغال النقاش العام للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المتواصلة في نيويورك بنيويورك أيضا أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف محادثات ثنائية مع وزير الخارجية والتجارة بجمهورية جزر مارشال كالاني كانيكو المحادثات جرت على هامش أشغال النقاش العام للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المتواصلة في نيويورك كما أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الأحد بنيويورك محادثات ثنائية مع ناظره البنيني أولوشينغون أجادي باكاري بيان عن الخارجية الجزائرية ذكر أن الطرفين ناقش أفاق توطيد التعاون الثنائي واستعرض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بالجوار المشترك للبلدين أعلنت الجزائر غلقها نهائيا ملف انضمامها إلى منظمة بريكس رغم ترسيم عضويتها في بنك التنمية الجديد التابع للتكتل وأفدت صحيفة المجاهد الجزائرية نقلا عن مصدر حكومي وصفته بالمطلع على الملف بأن موقف الجزائر يأتي ردا على شائعة متداولة تروج لفكرة أن بلدان أعضاء من المنظمة تكون قد طلبت مرة أخرى من الجزائر الانضمام إلى هذا التكتل الصحيفة تساءلت عن الدواع الخفية لهذه الإشاعات التي تضع الجزائر في مقدمة الدول التي سيش ملوها توسيع منظمة بريكس مستقبلا ملف الانضمام إلى بريكس بالنسبة للسلطات الجزائرية قد غلق بل بعد من ذلك فإن الجزائر طوت بشكل نهائي هذه الصفحة حتى وإن كانت عضوا في بنك بريكس الأسباب التي دفعت الجزائر إلى إدارة ظهرها لهذا التكتل بسيطة ومنطقية فإقصاء الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ في أوت 2023 مع قبول ستة عضاء جدد قرار خال من أي حجج معقولة ملف الجزائر سحب في آخر لحظة وهو ما فاجأ الجميع كان يتعين على هذه المنظمة التي كان يفترض أن تعمل من أجل إعادة النظر في نظام عالمي يمثله صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وأن تعمل ضمن مقاربة أكثر شمولية غير أنها تبنت منطقا غريبا في الاختيار مما يحد من تأثيرها وبعده فبدلا من توسيع نطاقها واعتماد حلول شاملة فإذا بها تكتفي بمسعى ضيق الجزائر بلد دون ديون خارجية وتتمتع بأكبر مساحة في إفريقيا كما تزخر بموارد معدنية وطاقوية هائلة وتملك منشآت قاعدية يحسدها عليها كل من في القارة منظمة بريكس التي تقدم نفسها كبديل اقتصادي عالمي آثرت تجهل هذا الاعتراف إلا أن هذا التعامل ليس غريبا وهو سر مكشوف للجميع أعلنا وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب عن برمجة اجتماع ثلاثي لوزراء البترول لكل من الجزائر والنيجر ونيجيريا قريبا للموافقة على الانطلاق الفعلي لمشروع الأنبوب العابر للصحراء أرقاب في مؤتمر صحفي عقده برفقة وزير البترول لدولة النيجر صحابي عمارو في الجزائر العاصمة الأحد كشف عن الانطلاق في دراسة جدوى المشروع الاستراتيجي قريبا المجال الرابع اللي تحدثنا عليه هو مشروع المهم جدا والستراتيجي هو العابر الصحراء مشروع الغاز العابر الصحراء وهو تيس جي بي الرابط ما بين نيجيريا والنيجر والجزائر واتفقنا على بعث هذا المشروع واجتماع وزاري في أقرب وقت راح نتفق مع وزير نيجيريا لتحديد الموعد والمكان الاجتماع النيجر أو الجزائر في أقرب وقت لبعث هذا المشروع ومواصلة هذا المشروع لأنه بدأ المشروع بدأ بالدراسة التقنية سوف نواصل مع عدة اجتماعات للجنة اللي وضعناها كانت ثلاث وزراء مكلفين بهذا المشروع اللجنة التقنية لرح تواصل وتبادر في هذا المشروع لانطلاقاته كذلك في الأجال المحددة له لقد تبادلنا مع وزير الطاقة الجزائري موضوع مشروع آخر يخص النيجر الجزائر والنيجيريا وهو مشروع الأنبوب العابر للصحراء لقد وضعناه في خطة الطريق الخاصة بنا ودرسنا كيف ومتى يمكننا عقد اجتماع ثلاثي للموافقة على الانطلاق الفعلي للمشروع وزير الطاقة والمناجم الجزائري كشف عن اتفاق الطرفين على منح تسهيلة لمجموعة صناتراك الجزائرية لتجسيد مشروع البحث والاستكشاف على مستوى بقعة كفرة شمال النيجر عرقاب أكد استعداد الجزائر لتنفيذ استثمارات لها في مجالات التكرير والبترو كيمويات في النيجر ثم ما سماه وضع حجر الأساس لمشاريع فعلية وتفتح آفاقا جديدة وقوية لإرساء شراكة استراتيجية حقيقية عرقاب كشف عن التوصل إلى اتفاق يسمح بإدماج الإطارات أو إطارات من النيجر في برامج تكوينية وتربصات تطبيقية فكلنا لقاء اليوم في هذه النقاط أهمها مشروع الكفرة الذي تباشر به سونطراك من الأبحاث الاستكشاف والاستقلال في المجال المحروقات ومشروع كفرة كما تعلمون هو من اكتشافات سونطراك المهمة في المنطقة والحمد لله لأن يعطي نتيجة جيدة ومرنا للمرحلة الثانية بالنسبة لهذا المشروع هي مشروع الاستغلال الآن تكملة الاستكشاف لتطوير الاستغلال واتفقنا على جدول زمني محدد لمباشرة هذا الحقل والمضي به بوتيرة متسارعة ليصبح منتج للنفط في المنطقة المشروع الثاني هو مشروع كذلك مهم جدا هو مرافقة إخواننا في النيجر وخاصة شركة سونطراك شركة المحروقات للنيجر لمرافقة هذه الشركة من ناحية التكوين إطارات سونطراك في كل سلسلة مجال المحروقات من استكشاف إلى استغلال إلى إنتاج إلى نقل وتسويق وكذلك المهم جدا المشروع الثالث هو كيفية إنشاء صناعة تحويلية في النيجر لأول مرة صناعة نمدى بالتكرير المحروقات تكرير البترول إلى الصناعة البترو كيميائية التي تميزها الجزائر وتتميز بها الجزائر مع سونطراك في عدة مجالات من البترو كيميائيات وإنتاج المواد الأولية لعدة استعمالات في الصناعة الجزائر بلد كبير ذو مرجع طاقوي ولديها الكثير من التجارب التي ستساعد النيجر على التقدم في قطاع المحروقات وستسمح لنا على التطور فيه لأننا نعتبر أنفسنا في مرحلة الانطلاق نعلم جيدا أنه إن لم تكن لدينا القدرات لا يمكننا أن نحقق ما نصب إليه في التجربة البترولية وذلك لن يتجسد إلا باحتكاكنا بالجزائر والتجربة الجزائرية التي علينا أن نتعلم منها أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا أرشكا كلاكوتشار زوبانشيش تأييد بلادها لمسار الأمم المتحدة لتسوية القضية الصحراوية زوبانشيش وفي لقاء جمعها برئيس مجلس الأمة بالجزائر صالح جوجيل في العاصمة الجزائر شددت على ضرورة تشجيع احترام الشرعية والقانون الدولي ووجوب حل القضية في إطارها السلمي والتوصل إلى حل عادل ومستدام من جهته جدد رئيس مجلس الأمة الجزائرية الموقف الثابت والمبدأي للجزائر بشأن القضية الصحراوية والذي عبر عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في عديد المناسبات والمبنية على مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره غير القابل للتصرف وفق مقتضيات تتماشى مع أهداف مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة أكدت جبهة البوليساريو أن دولة الاحتلال المغربي تشكل فاعلا رئيسيا في تنامي الاستقرار في أفريقيا البوليساريو في البيان الختابي لأشغال دورتها العادية الخامسة بسلة عقدت بولاية الداخل تحت رئاسة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي جددت التحذير مرة أخرى من أن تهديد المملكة لعامل الأمن في القارة لا يقتصر على سياساتها التوسعية وتشجيع الجريمة المنظمة بل يشمل أيضا تسهيل مرور الأجندات الأجنبية التخريبية في المنطقة طبعا جبهة البوليساريو ذكرت في ختاب أشغال دورتها الخامسة السبت أن خطة التسوية الأممية الأفريقية لسنة 1991 التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي هي الحل العملي والواقعي الوحيد لحل النزاع في الصحراء الغربية المحتلة دولة الاحتلال المغربي تشكل فاعلا رئيسيا في تنامي التوتر والاحتقان والاستقرار في كل منطقة شمال غرب أفريقيا ولا يقتصر الأمر على سياساتها القائمة على التوسع والعدوان والضخ الممنهج لمخدراتها ودعم وتشجيع صعبات الجريمة المنظمة بكل أشكالها والجماعات الإرهابية فحس بل بتسهيل مرور الأجندات الأجنبية التخريبية في المنطقة خطة التسوية الأممية الأفريقية لسنة 1991 التي قبلها طرف النزاع جبهة البوليزاري والمغرب وصدق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجمع هي الحل العملي والواقعي الوحيد القائم على التوافق لنزاع الصحراء الغربية إن عرقلة ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير سيبقى مسؤولية الأمم المتحدة وبعثتها وإن المماطلات والعرقيل التي تعيق ذلك ستؤدي إلى المزيد من تهديد الأمن والاستقرار جبهة البوليزاريو دعت الاتحاد الأفريقي إلى فرض تطبيق مبادئ وأهداف قانونها التأسيسي وإنهاء الاحتلال المغربي للجمهورية الصحراوية ووضع حد لتجاوزات المخزن البوليزاريو ذكرت بالمناسبة الاتحاد الأوروبي بإلزامية احترام القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية القاضية بعدم شرعية أي اتفاق مع المغرب يشمل إقليم الصحراء الغربية المحتلة الأمنة الوطنية وهي تسجل المكاسب المحققة على الواجهة الدبلوماسية وتكريس مكانة الدولة الصحراوية كعضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي تطالب الاتحاد بفرض تطبيق مبادئ وأهداف قانونه التأسيسي وخاصة احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال وبالتالي انهاء الاحتلال المغربي العسكري اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية كما تحذر من خطورة التغاذ عن ممارسات نظام المخزن المغربي على مستوى المنظمة القارية وعلاقاتها مع شركائها وتطالب بوضع حدا للتجاوزات المغربية المشينة كتلك التي شهدها المؤتمر الوزاري الأخير للتيكاد في اليابان الاتحاد الأوروبي ملزم باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الأوروبية في الصحراء الغربية بالامتناع عن توقيع أي اتفاق يمس أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية مع دولة الاحتلال المغربي أدان الحاضرون في الندوة الدولية الثامنة والعشرين الأحزاب والمجتمع الجديد المنعقدة في العاصمة المكسيكية مكسيكو بالإجماع تعنت الاحتلال المغربي وعدما صياعه للشرعية الدولية واستمراره في احتلال أجزاء من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتم الاتفاق على جدول أعمال من أجل تعزيز وتطوير التعاون المشترك مع البوليساريو وذلك خلال لقاءات أجراها الوفد الصحراوي المشترك في الندوة المنعقدة بين السادس والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الجاري مع وفود من بورتوريكو وفلسطين وجنوب أفريقيا ونيكاراغوا وسيلفادور وكولومبيا وبيرو وكوبا وجمهورية الدومنيكان والشيلي من بين وفود أخرى حاضرة أبانت أولى جلسات محاكمة المتهمين في أكبر قاضية تهريب للمخدرات في المغرب عن تورط أسماء ثقيلة في نظام المخزن وكشفت اعترافات متهمين في قضية ما يعرف بإسكوبار الصحراء عن تورط شخصية نافذة في نظام المخزن مطلوبة لدى الانتربول يوما بعد يوم تتكشف مزيد من الفضائح والأسماء الثقيلة في نظام المخزن المغربي فيما بات يعرف بقضية إسكوبار الصحراء التي تمثل إحدى أكبر قضايا شبكات تهريب وترويج المخدرات عبر العالم فيما يتعلق بهذه الشهود سواء كانوا شهود محضار أو شهود السماعين لمقاضي التحقيق أو شهود لائحة لكن تُمَا بَغِين تُوصُلُوا غير الحقيق أشنو فيه لجوا هاد الناس ويقولوا لنا أن نفولا فعلا تجري في مخدرات وحضر معانا أولا غادي جيغوا يقولك هاد الكلام هادا ما كين شاي وهاد الوقائع ما كيناش وإحنا لم نكن في طالباتنا ديال المتعلقة بسدع شهود انتقائيين إحنا مبغينا شاي طالبات مبغينا شاي سدع شود لا إحنا بغينا ديال الإتبات وبغينا ديال النفي وبغينا كذلك حتى شهود الزور لأن هذا الملف هذا فيه شهود الزور وقد يجي الوقت اللي قد تكشف الزورية ديال الشهادة ديالهم لم تقف صدمة المغربيين عند الأسماء الثقيلة في نظام المخزن في قضية إسكبار الصحراء أو الحاج براهيم الذي أطاح بشخصيات سياسية كبيرة في المغرب في ليلة واحدة إذ يطالب الدفاع بإحضار مزيد من الشهود والأسماء إضافة إلى المتورطين كرة السلج المتدحرجة في قضية إسكبار الصحراء التي تخفي مزيدا من الأسماء الثقيلة في نظام المخزن عرفت كشف فضائحة جديدة آخرها مطالبة دفاع المتهمين بالتحقيق والكشف عن خطورة تصريحات إسكبار الصحراء المتعلقة بتهريب كميات كبيرة من الذهب دون أن يتم ضبطه بعد تطير على المستارة اتضح أنه تم السماع لجمع الأشخاص وتم السماع لأشخاص متعددين ويعتبروا كشهود في هذه المنف وللأسف بعد التطير على المنف اتضح أنه لم يتم إجراء أي مواجهة بين هؤلاء الشهود والمتهمين لوقوف الحقيقة المنف لتعرف القضية زج مزيد من الأسماء التي أوضع فيها عشرون متهما السجن ضمنهم سياسيون ورجال أعمال وموثقون وأمنيون يتقدمهم رئيس مجلس جهة الشرق وشقيقه الذي يشغل منصب رئيس جماعة عين الصفاء في وجده ورئيس فريق الوداد البيضاوي صاحب اليد الطويلة داخل القصر الملكي وحاشية محمد السادس بانتظار مزيد من جلسات المحاكمة في القضية التي يرتقب أن تحمل في طياتها تطورات جديدة قد تغير مجريات القضية التي صارت تقض مضجع عدة أسماء ثقيلة في نظام المخزن شهدت مدينة الدار البيضاء المغربية ليلة السبت إلى لاحد وقفة احتجاجية حاشدة تنديدا بجرائم الاحتلال الصهيوني وللمطالبة بإسقاط جميع أشكال التطبيع مع الكيال المجرم ولدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا إليها المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في المغرب شعارات مناهضة لنظام المخزن مطالبين الحكومة المغربية بالتراجع الفوري عن التطبيع المقيت وفق تعبيرهم ترجمة نانسي عد موقفا تاريخيا رئيس قيس عيد ولد استقباله لرئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال السبت بقصر قرطاج نوها بالموقف الوطني المسؤول للمجلس الذي صادق على مشروع قانون الانتخابات معتبرا ذلك موقفا تاريخيا يعكس وعيا عميقا مفعما بالمسؤولية التاريخية على حد تعبيره وأحمل سعيد رئيس مجلس نواب الشعب إبلاغ تحياته الخالصة لأعضاء المجلس الذين استشعروا المخاطرة التي يمكن أن تحف بوطننا العزيز فصادقوا على مشروع القانون بهذا نصل إلى ختام نشرتنا شكرا حالتي بالمتابعة طبعا أخبار أخرى وتفاصيل أكثر تجدونها على منصاتنا الرقمية إلى اللقاء اشتركوا في القناة